السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تكونوا طيبين وكويسين الليلة هنعمل أجنحة الدجاج وحنعملها بطريقتين واحدة من الأجزاء اللي أنا بالنسبة لي محببة جدا جدا يعني بحسب أنه طعامها كميل شديد ويعني أكتر حتى طعم أنا بالنسبة لي فخلونا نشوف نحن هنعمل الليلة بطريقتين سهلات وظريفات ومكوناتهم بسيطة جدا جدا ما في أي يعني حتى لو المكونات في أجيزوا ما عندكم ممكن أنا أحوريكم البديل بتاعها شايفين اللون ده شايفين اللون الجميل ودي اللي هي كانت الأجنحة السادة وعنده هنا دي الأجنحة اللي أنا عملتها بالبفلوسوس والبفلوسوس عملته في البيت يعني ما احتيت أنه أنا أجيبه من بره ولأنه نحن نشتريه من بره وحوريكم برضه حتعملوك بطريقة ظريفة وسهلة وبسيطة وسريعة بصراحة أنا حت أنا أحب الأجنحة بالبفلوسوس لكن الأجنحة السادة طلعت حتى أحلى من الأجنحة بالبفلوسوس طبعا ممكن تستعملوا أي نوع بتاع السوس بعد ما تعرفوا الطريقة يعني وكده نفس الوقت طريقتين دي المفلوم أي تحمير فموضوع سهل وبسيط قلنا نشوف المكونات مع بعض ليشون بالزبط طيب أنا عندي متين جرام بتاعات أجنحة وعندي هنا دي ملعقة صغيرة بتاعات البوهارات الصينية اللي هي خمسة بوهارات إذا ما عندكم الخمسة بوهارات بوهارات الصينية دي مع أنها هي من البوهارات أن أنا قعد أعتمد عليها في الشغل يعني الطعم ما يميل شديد ممكن تستعملوا خلطة بتاعات قرفة بين زبيل مثلا تديكم طعم قريب شديد للطعم بتاع البوهارات الخمسة دي بعد أنا عملت ملح عملت فلفل وملح وهنا دي ملعقة بتاع الباكين بودر الباكين بودر معروف أنه هو بيساعد في القرمشة وبيساعد في اللون أنه اللون يطلع جميل وكده لأنه إحنا ما حنحمره وأعتقد لو حمرته برضو حتطلع بنفس اللون الجميل دي لكن إذا يعني عايزين تستعملوا اللي هي القلاة الهوائية أو عايزين تدخلوا الفورون إنه أنا بصراحة كده أنا ما قاد يحب التحمير شديد يعني بيحب إنه زالما إذا عندي طريقة إنه أنا ما أحمر فما ححمر إذا دخلتوا الفورون حتاخد زمن أكتر شوفوا بس بعملت فالخلطة دي ووزعتها كويس عليها ودخلتها الـ Airfryer طوالي يلا إحنا سيحنعمل الصوس بتاعات بافلو طيب الصوس اللي هو أي صوس حار عندكم شط حار أو صوس حار اللي في الناس عندهم الصوس بتاعرانة في الدول المتوفر أي صوس حار سادة ما فيه أي إضافات يعني ما فيه نكهات كده ممكن تستعملوا أنا هنا أضبط ربع كوباية تقريبا لأن الأينحة بتاعتي ما كثيرة فكل ما تزيدوا العدد بتاع الأينحة هتزيدوا الصوس بعدين نضيفنا عليه شوية بتاعات عسل ودي هزي الزبدة دي كل المكونات بتاع الصوس بتاع البافلو الأساسا حتى إنه نحن بناكله برا في الغالب بيكون معمول بالطريقة يعني أو إنه يهو بيشتروا النوع الجاهز يعني هنصود كده لغاية ما تزيد بدا تسيح وبعد ما تسيح هنخليه شنو بس أول ما يبدأ الغليان كده زي ما ينتوا شايفين حابتدي أحرق وأخلطوا كويه عشان أزيد بدا بس المزج مع الصوس الحار وحننزل من النار كده انتهينا الوضوع انتهى بتاع الصوس يلا أنا هنا لأنه المستعملة لا الهوائية فأنا حقلب الأجنحة عشان تاخد كلها لون موحد يعني إذا كنتم مستعملين الفرن ما هتحتاج أنه تعملوا الحركة حتدخلوا الفرن وبس بتاخد زمن أكتر في الفرن زي ما أنا قلت بتاخد مثلا من أربعين دقيقة ليساعة كاملة عشان تتقرمش معاكم وكده أما لو عايزين تحمروها طبعا في الزيت عادي ممكن تحمروها في الزيت يلا أنا حقعم شنو كده خلاص انتهت الأجنحة وبعد ما قلبناها وانتهت مثل 20 دقيقة بتاعتها أنا أول 12 دقيقة ما بلمسها يعني 12 دقيقة بعدين بقلبه وبخله 8 دقائق تانية يلا جيت أنا عملت عشانه دخلتها كبيتها كلها واضفتها كلها على الصوس عشان نقلبها في الصوس لانه أنا هدخل الـ Air Fryer تاني لمدة بتاعت مثلا 5 دقائق أو 4 دقائق بس عشان شنو الصوس يمسك فيها أنا بصراحة بحبها كده أكتر من إنه إحنا نطلع من الصوس تكون يعني بتكون لسا فيها القرمشة وفيها ماسكة نفسها كويس يعني وباقي الصوس ده ما هنرميه باقي الصوس ده هناخده في صحن صغير وهو الناس اللي عايزة تاكل ممكن تغمس منه في الصوس يعني من الجداد في الصوس طيب الثانية بالنسبة اللي هي اهلية أنا دي السادة أو فيها طعم بسيط يعني يعني تقريبا هي السادة طيب يلا دي اه أول حاجة بعمل إنه أنا بنشف الجداد كويس شديدة والأجنحة كويس شديد عندي هنا ملعقة صغيرة بتاعت باكين بودر وملعقة صغيرة بتاعت آم رز مصحون الرز ده أنا بحمصه شوية في النار عشان كده اللونه بيطلع كده وده سر القرمشة بقى الباكين بودر مع الرز مصحون مع بعض يعني الدقيق بتاع الرز تحمصه شوية وبعدين تضيفه للأجنحة بعدين ضيفتها ملح آآ سوري ضيفتها آآ فلفل ما ملح وحضيف حقلبه نوال حاجة شوية مع بعض وبعدين حضيف ليهم صويسوس أنا ما عارفة إذا الصويسوس أنا زمان لما كنت في الدول العربية وكده يعني الصويسوس اللي كان مستعمل دايما بيكون الصويسوس الطعمه حالي يعني يعني الصويسوس بقوله دايما ما فيه طعم بتاع السكر خالص بالعكس طعمه مالح مهما ضيفتها آآ مصليمونة معصورة كده وبعدين حضيف اللي هو صويسوس أنه إحنا قلنا عليه دا اللي هو صويسوس ظريف كده تمام بضيف حاجة بسيط شديد يعني ما حاجة كثيرة أنا عايزة وإنه إدي طعم ولون في نفس الوقت وبعدين بنضيف زي زيتون بعد ذاك بنضيف شوية بتاعت مليح مادم نلوحها كثير الليلة إنه زي ما أنا قلت الصويسوس أنه إحنا اللي أنا مستعمله وده اللي هو دا الصويسوس فيه مليح أساسا يعني خلوا بالكم من النقطة يعني هنضيف رشة بتاعت مليح حي بسيط شديد بعدين حنقلبهم كلهم مع بعض كده خلاص حندقفلهم على نفس الحكاية إذا عايزين تستعملوا الفرن ممكن تستعملوا الفرن ونفس الطريقة عشرين دقيقة بعد 12 دقيقة حني شنو نقلبها لأنه دا القلال هواية أساسا بتحتاج أنه إنت تقلب الحاجة جواه شوفوا اللون عمل كيف شايفين القرمش شديد واللون اللي من فوق ده 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 سير بتاع الباكين بودر والروز المطحون وحتى لو ما عايزين تشتروا دقيقة بتاع الروز جيبوا الروز وأول حي حمسوا الروز في النار من غير ما تطحنوا وبعد ما تحمسوا ممكن تطحنوا وتستعملوه للأجنحة بصراحة ممكن تستعملوه حتى لجد هذا الدقيقة المحمر يعني عادي يعني برضو بدي طعمه وقرمشة جميلة شديد يعني وكده الأجنح انتهت طلعت لونها رهيب بصراحة يعني لون جميل شديد وقرمشة حلوة شديد وحتى لو انتوا مثلا عايزين تعملوها من بدري وعايزين تقدموها بعدين ممكن تعملوا لها شوية بتاع تحميرة كده خفيفة يعني في القلال هواية أو في الفرن يعني الوصفتين دل بنشوف الفرن وبنشوفه القلال هواية وبنشوفه في التحمير بتاع الزيت ما زي ما قلتها قاعدة حاول ده من ان انا اقلل اذا في طريقة انه انا ما استعمل الزيت للتحمير فما هستعمل الزيت للتحمير تديل اللي هي اللي عملناها بالبفلوسوس شوفوا طلعت كيف الصوس ماسك فيها بعد ما دخلناها اليرفراير وبرضو زي ما انا قلتها برضو تعمل نفس الحكاية في الفرن تقلبوها في الصوس وبعدين ترجعوها الفرن تاني شوية على الشواية أو من فوق يعني قدمناها مع الصوس بتاع البفلوس على جنب كده عشان الناس بتحب تغمس تغمس ان شاء الله الوصفات دي تكون عجباتكم وتستمتعوا بيها ورمضان قريم علينا وعليكم وشكرا جزينا لمشاهدة وشوفكم المرة جاءة على اخير